جددت بوركنافاسو تأكيد دعمها لمبادرة المغربية للحكمية الذاتية التي قدمتها المملكة سنة 2007 بهدف وضع حد للنزاع الإقليمي حول الصحراء وفي مداخلة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أبرز ممثل بوركنافاسو أن بلده تعتبر أو تعبر عن تأييدها وتجدد دأكيدها تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكمية الذاتية التي حظيت بفضلها جهود المغرب بإشادة مجلس الأمن وقال إن هذه الجهود تساهم بشكل ملحوظ في الارتقاء بجودة عيش ساكنة الأقليم الجنوبية للمملكة كما نوها بالدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء والتي تجسدت من خلال فتح حوالي 30 قنصلية عامة في المنطقة بما في ذلك تمثيلية بوركنافاسو